الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وصلنا إلى الباب السادس والسبعين بعد السبعمائة باب استقبال الغزال في هذا الباب حديث واحد هو الثامن والسبعون بعد الثمانمائة عن السائب نيازيه قال ذهبنا نلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان يعني خرجت وأنا غلام صغير مع غلمان المدينة بنستقبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع الليل واقعة في شمال المدينة بجوار جبل سلع وعند مفرق طريق العيون وسلطانة كما جاء في الرواية التلمذي قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع فخرجت أي السائب وهو غلام مع الناس وأنا غلام قال التلمذي الحديث حسن صحيح هذا الحديث يدل على مشروعية استقبال القادمين من الجهاد والحج والغائب بالحفاوة والترحيب وهو سنة من سنن سيد المرسلين وفيه جواز أيضا رواية الصبي لأن السائب كان غلاما عندما خرج معهم ليلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم